عبارة المغرب العربي هذه العبارة لها قصة وكان لنا معها صراع طويل المدى ذي لتقريبا نصف قرن ونجحنا في أن الدستور المغربي حدثها وغيرها بعبارة أخرى أكثر احتراما لكل مكونات البلدان المغاربية وهي عبارة المغرب الكبير أو الاتحاد المغاربي من يعتقد أن الإبقاء على الوضع القائم وعلى حالة الجمود التي يعيشها مغربنا الكبير يمكن أن يصبح استراتيجية ناجحة طبعا لماذا نحتج على هذه العبارة ولماذا نرفضها بعض الناس لا يفهمون سياق هذه العبارة ولا يفهمون أيضا لماذا ننتقدها لكي تتوقف عن أن تظهر في وثائق الدولة أو نشارات الأخبار أو لدى الشخصيات السياسية التي تتولى مناصب تدبير الشأن العام لأن هذه التسمية هي تسمية مرتبطة بسياق خصوصي وهو مرحلة النضال ضد الاستعمار هذه الجملة ظهرت مع لجنة لتحرير ما يسمى بالعالم العربي أو الوطن العربي وهي تسمية عملتها إيديولوجيا للقومية العربية التي تعتبر هذه البلدان كلها وطن للعرب وهذا بالطبع كلام فيه قفز على التاريخ فيه قفز على حقيقة هذه المجتمعات وفيها أيضا الكثير من العنصرية والاختزال للهويات شعوب في مكون واحد وهذا غير مقبول في عصرنا بتاتا في سنة 1947 تعملت لجنة لتحرير البلدان التي تعتبر عربية في عرف هذه القومية العربية وبقد التسمية تعني في ذلك السياق يعني السياق الاستعماري تعني التوحد من أجل المواجهة الأجنبي فهذا الوقت لم يكن هناك نقاش لمثل هذه المصطلحات والمفاهيم لأن الأولوية عند الناس كانت هي مواجهة الاستعمار والاحتلال وليس التنحر الداخلي ولهذا كان الناس جميعا موجهين نحو طرد الأجنبي وتحرير هذه البلدان لكن بمجرد أن نالت هذه البلدان استقلالها بدأ نقاش داخلي في كل بلد بلد حول الهوية الوطنية وحول مكونات البلد وحول الديمقراطية وحول التعددية والتنوع التقافي واللغوي طبعا في المغرب كان الناس الذين تصدروا المشهد السياسي لبلورة خطاب الوطنية كانوا في معظمهم من العائلات البرجوازية والأريستقراطية المدينية لهما عائلات تعتبر نفسها منحدرة من الأندلوس وتعتبر نفسها عربية إسلامية فاعتبرت أن الهوية هي العروبة والإسلام وأنكرت هوية الغالبية العظمى من الشعب المغربي وأنكرت لغة الغالبية العظمى من الشعب المغربي هذا كان قد يكون مقبولا في مرحلة الاستعمار ويمكن للأمازيغ أن يسكتوا عنه لأنهم كانوا مقاومين كانوا حمل للسلاح وكانوا أيضا في جيش التحرير وكانوا في الخلايا المسلحة ضد الاحتلال فلم يكن هناك مجال لمناقشة النظريات كما أن الأمازيغ في معظمهم لم يكنوا خريجي مدارس عصرية بخلاف البرجوازية المدينية أو الأريستقراطية اللي أبنائهم كانوا في المدارس الاستعمارية منذ بداية الاحتلال فلهذا كان ينبغي أن ننتظر عشر سنوات بعد الاستقلال لكي تتخرج أول نخبة من الشباب من الجامعات والمعاهد العصرية تحملوا التقافة الأمازيغية وبجوار ذلك تكوين في العلوم الإنسانية والعلوم السياسية والقانونية وغير ذلك هنا سيبدأ طرح السؤال والمشكلة على الطاولة لماذا المغرب العربي؟ هل نحن موجودون أم لا؟ لماذا لا نوجد تسمية تحترم كل مكونات هذه البلدان؟ إذن لابد من تغيير التسمية لأنها مرتبطة بسياق خصوصي لم يعد قائما اليوم هذا مسألة أولى المسألة الثانية هو أن عبارة المغرب العربي عبارة اختزالية ما معنى اختزالية؟ تختزل هوية شعوب بكاملها يعني خمسة دول في مكون وحيد بينما المكونات الهوية واللغوية والبشرية والإثنية كلها متعددة مختلفة في هذه البلدان وينبغي احترام الجميع وهذه هي الديمقراطية لا توجد ديمقراطية مع التسميات الاختزالية التي لا يوجد فيها احترام للآخر المسألة الثالثة لأن هذه التسمية بالنسبة للمغرب وبالنسبة للجزائر على وجه الخصوص يعني لم يعد يمكن استعمالها بسبب إقرار الأمازيغية رسمية في الدستور كلها رسمية وهوية رسمية في الدستور بجانب العربية الاعتراف الدستوري بالمكون الأمازيغي الأصلي المرتبط بالأرض والمرتبط بالسكان الأصليين لشمال فريقيا يعني أن هذه الدول خرجت من الاختزالية ومن الإقصاء إلى تدبير التنوع بعقلانية ولهذا تستعمل كلمة الاتحاد المغاربي عوض المغرب العربي هذا يعني سبب التالت لضرورة تغيير الاسمية السبب الرابع لأن هذه العبارة المغرب العربي عبارة ما فتأت تتير لاعتراض وتبعت على الصراع والخلاف عوض الوحدة بمعنى عبارة المغرب العربي أصلا اخترعت من أجل التوحد ضد الاستعمار ولكنها اليوم تمارس وظيفة أكسية المغرب العربي اليوم تفرق لأنها تتير الخلافات وتتير المواجهات لا يوجد بلد ديمقراطي يقبل أن يسمى سكانه أو هوية الدولة بعنصر وحيد وتغييب كل العناصر الأخرى خاصة إذا كان فيها عنصر يتعلق بالأغلبية الساحقة الأمازيغية ليست شأن أقلية الأمازيغية هي هوية ولغة الغالبة العظمى من شعوب المنطقة والتحليل الجيني تحليل الحمض النووي في المختبر تثبت هذه التحليلة بكل دقة انتماء سكان المغارب بنسبة 88% أو ما جورها حسب البلدان إلى الجنوم شمال إفريقيا اللي نعتبره أمازيغي وقد يكون هناك مكون من شبه الجزيرة الإبيرية أحياناً قد يكون من نيجيريا أحياناً ولكن بالنسبة لجميع المغاربة أو الجزائريين أو التوانسة أو الموريطانيين الذين قاموا بتحليل حمضهم النووي لا يكادون يجدون شيئاً من جنوم جزيرة العرب والسبب في ذلك علمياً هو أن التركيبة السكانية لشمال إفريقيا كانت تستقبل الوافدين وتقوم بإذابتهم جينياً لأنهم يستقبلون دائماً فئات قليلة بينما التركيبة الأصلية هي الكتافة الأكبر وهذا ما يفسر علمياً هذه النتائج المختبرية إذن حتى من ناحية الجينية دون الحادث عن لغة التقافة أتربولوجياً فيمكن القول بأن لا وجاها مطلقاً للاستمرار في تسميات المغرب العربي ولا يجوز استعمالها في مقررات دراسية موجهة للأطفال لأن الأطفال هم الأوائل الذين ينبغي العناية بهم لكي يفهموا الطبيعة التعددية لبلدهم ولكي يحترموا كل المكونات من ناحية البيضاغوجية هذه مسألة حساسة جداً لا ينبغي أن نربي أطفالنا على العنصرية وعلى الإقصاء وعلى النزاعات الاختزالية ينبغي إبعاد الإيديولوجيات الهدامة العابرة للقرات ينبغي إبعادها من المدرسة لكي نربي أجيالاً مغاربية تحترم البلدان المغاربية بكل ما فيها وبشخصيات متوازنة وليس مختلة أو مضطربة الدكتور سعد ديل عثماني اللي كان زعيم لحزب العدالة والتنمية المغربي كان وزيراً للخارجية وفي 22 فبراير 2012 اقترح على وزراء الخارجية للبلدان المغاربية تغيير تسمية المغرب العربي باسمية الاتحاد المغاربي فرفض الوزير الليبي والتونسي والموريطاني واعتبروا أن هذه التسمية تم إقرارها عند التأسيس سنة 1989 في مراكوش ولكنهم نسوا بأن المغرب كان لديه دائماً تحفظ في التسمية من خلال ما عبر عنه الملك الراحل الحسن الثاني في خطاب التأسيس بمراكوش بحضور زعماء المغاربيين عندما قال المغرب العربي رغم تحفظي على التسمية وهذا يعني أنه كان هناك تحفظ له خلال الاجتماعات ولكن العقيد الراحل معمر القدافي تشدد في التسمية وهدد بالانسحاب إذا لم تفرد عبارة اتحاد المغرب العربي بسبب الغلو القومي العربي اللي كان عند زعيم الليبي الراحل لكن الآن أعتقد أن السياق مخالف لكل ما مضى وعلى أن نوجه استراتيجية التسمية في هذه البلدان في اتجاه الاحترام لكل المكونات والاحترام المتبادل بين الناس لا يجوز مطلقا الاستمرار في استعمال عبارات لا تحترم الآخر هناك وكالة عندنا غريبة جدا في تسميتها الوحيدة في كل شمال فريقيا والمغارب اللي فيها عبارة وكالة المغرب العربي للأنباء وهي وكالة الأنباء المغربية في الجزائر نجد الوكالة الجزائرية للأنباء الوكالة التونسية للأنباء الوكالة الليبيا للأنباء الوكالة المصرية للأنباء عندما نأتي إلى المغرب نجد وكالة المغرب العربي للأنباء هذه تسمية ارتبطت بسياق خصوصي انتهى ولن يعود وعلينا مراجعة التسمية وإطلاق الاسم الصحيح الذي يحترم دستور البلاد على هذه الوكالة وهي الوكالة المغربية للأنباء لأنها ليست وكالة لكل بلدان المغارب بل هي وكالة فقط للمغرب وعليها أن تسمى مثل بقية البلدان شكرا